شهدت المملكة العربية السعودية طقصا غير مستقرة خلال الساعة القليلة الماضية لا سما في مكة المكرمة والمدينة ومناطق أبهى وعصير وطائف حيث غارقت العديد من المناطق بسبب هطول الأمطار الغزيرة كما شهدت سماء مكة رعدا وبرقا وهطلت أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية فيما تدول رواد مواقع تواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور للأمطار الغزيرة والرعد والبرق في سماء مكة وبالمدينة المنورة وغيرها من المناطق هذا وهطلت أمطارنا متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة الصناعية وشهر والردف والياو سبنان والسمنين وجنوب الطائف حتى سالت على الأودية وفقا لوكالة الأنباء السعودية